موسيقى عائشة موسى تتمسك باستقالتها وتتهم قوة خفية بإدارة الدول عائشة موسيقى عائشة اللعطة الأممية يدم خايفه من تجدد موجة العنف موسيقى واشنطن ترفع الحصة الاستثمارية للشركات الأمريكية في السودان موسيقى اكتمال المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج التمارات موسيقى موسيقى حدث السودان من قناة السودانية 24 أهلا بكم قالت عائشة موسى إنها استقالت من عضوية مجلس السيادة الانتقالي رفضا للمشاركة في مزيد من الهوان لأشعب السوداني حسب تعبيرها واتهمت عائشة موسى في تصحيحات لسونة جهات بالتغول على صلاحيات المكون المدني بالمجلس وعضفت أن قوى خفية تدير السلطة في السودان ولفتت إلى دفعها استقالتها منذ الثاني عشر بما يلجاري وقالت إن تهميش المكون المدني أدى لاتهامه بالتسبب في ضعف الأداء الحكومي وتأخير ملف العدالة وأجهشت عائشة بالبكى وقدمت إعطي ذارا لكل نساء سودان التي ما زلن يعانين من الإقصاء عن المشاركة في صنع القرار ولكل الشهداء والجرحى وفئة المجتمع عن المشاركة أضحى التجاهل لآرائنا والتجاوز للصلاحيات الدستورية سمة لا يمكن تغافلها حتى أصبح المكون المدني في السيادي وفي كل مستويات الحكم مجرد جهاز تنفيذي لوجستي لا يشارك في صنع القرار بل يختم بالقبول فقط لقرارات معدة مسبقا بينما تضخمت الصلاحيات والوجود والاجتماعات المكثفة لمجلس الشركاء لدرجة تضاءلت أمامها أهمية الاجتماعات المشتركة للجهاز التنفيذي والسيادي والحاضن السياسي وخفتت بالتالي مجهودات تكوين المجلس التشريعي في تجاوز آخر للوسيقى الدستورية وبدون تبريرات منطقية وطلبت عائشة بحل مجلس الشركاء لجهة تغوله على صلاحيات الحاضنة السياسية والحكومة التنفيذية على حد السواء وأرهنت تقويم مسار الثورة بإصلاح النظام العدلي وتقديم جميع مرتكبي الجرائم لمحاكمة عادلة وتكوين المحكمة الدستورية والعمل لقيام المؤتمر الدستوري لا أعفي نفسي بالطبع مدنية فعلا لكن أنا لا أعفي نفسي بالطبع عن مسؤولية ضعف الأداء الحكومي مجتمعة وتأخير ملفات العدالة رغما عن منافحة الدائمة من منصبي وعبر القنوات والصلاحيات الرسمية من أجل الدفع قدما بهذه الملفات ومحاولة خلق الضمانات حماية المواطنين وحماية الحريات عبر النداء الدائم بضرورة هيكلة ورقابة القوات النظامية والأمنية دعت قوى سياسية إلى عقد مؤتمر تأسيسي خلال 14 يوما لهيكلة وإصلاح تجمع قوى الحرية والتغيير وأوصى الاجتماع الذي عقد بدار حزب الأمة بتجميد عمل المجلس المركزي للحرية والتغيير واختيار مجلس تشريعي يمثل كافة مكونات الثورة كما أمن على اختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة وضرورة تحضير آلية واضحة وشفافة لمتابعة أداء الحكومة وضم الاجتماع عددا من القوى السياسية وتجمع المهنيين وبعض الإجسام المطلبية والمبادرات الوطنية والمنابر النسوية بغرض مواصلة النقاش حول مبادرة حزب الأمة القومي لمعالجة أزمة الحرية والتغيير والوضع الانتقالي وحملت قوى السياسية مسؤولية التردي والعزلة بين الحاضن السياسية والشارع للمجلس المركزي الحالي وعصت المقترحات على استعداد للتولي المكون المدني لدوراته الرئاسية لمجلس السيادة حسب الوثيقة الدستورية دعا تجمع المهنيين السودانيين القوى الثورية لتوحيد جهودها وتنظيم صفوفها من أجل حملة وسعة ونشاط جماهيري في كل بقاع السودان لاستهداف العدالة الاستراتيجية وقال في بيان له إن الحملة تستهدف العدالة الاستراتيجية وفي مقدمتها توجيه الاتهام المباشر في جرائم مجزرة فض الاعتصامات أوضح تجمع المهنيين السودانيين أنه سيعلن بالتنسيق مع القوى الثورية الأخرى عن تفاصيل الحملة وأهدافها في الأيام المقبلة وأشر تجمع إلى أن السلطة الحالية اغتربت عن أهداف الثورة واستحققاتها واتهمها بالعمل على إجهاض وإعادة إنتاج نسخة جديدة لنظام البشير بواجهة جديدة وحول المشهد السياسي بالبلاد ينضم إلينا من الخرطوم الأستاذ عمرو شعبان الصحفي والمحلل السياسي أهلا بك أستاذ عمرو ومساء النور عليك مساء النور ومساء النور على الأستاذ المشاهدي بكل تأكيد هناك تطورات سياسية بالساحة السياسية السودانية كيف تقرأ هذه التطورات؟ بداية التحية وتجلل هذا الصورة السودانية صورة ديسمبر المجيدة من الواضح أن الغطاء الذي تراكم خلال العامين الماضيين بدأ ينقشع وللكشف بشكل واضح عن حقيقة من يدير الدولة السودانية وكيف هو الحال بشكل مباشر وصريح ويكفي ما قالته عشا موسى وهو ما ظل الكثير من الناشطين والأسافير بل وقوة أصيلة داخل الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة ستحدث عنها بأن مدنية الحكمة في السودان وسيطرة المدنيين هو سراب بعض القوى السياسية داخل الحرية والتغيير للشعب السوداني حقيقة من الواضح ومن الجلي نحن أمام احتقان سياسي شديد ربما يقود الانفجارات لا تحمد عقباها سواء على مستوى الدولة السودانية أو على مستوى المجتمع السوداني أو على مستوى الحاضنة السياسية وربما إذا تكاثفت هذه العوامل وتجمعت وحضرت ثالث من يونيو وفق ما أعلنت أسر الشهداء وفق المهلة المعلنة منذ حدث التسعة عشر رمضان ربما أضحت ندخل في صورة بديلة لصورة ديسمبر المجيدة تعني بالتأكيد أن الصورة السودانية مستمرة لإنزال من علقوا بثيابها خلال رحلة التسلق والتزلف وكما يسميه بعض العمالة طيلة الفترة الماضية طيب أستاذ عمرو عذرا إذا كانت في الأيام القادمة هناك واحدة من السيناريوهات التي دائما ما يتحدث بها كثير من المحللين السياسيين مسألة الدعوات الكثيرة التي يدعو لها أثر الشهداء وسيناريو الثورة البديلة أهناك سيناريوهات أخرى متوقعة ما إذا قامت الحكومة التنفيذية وقوى الحرية وتغيير بترتيب بيتها الداخلي؟ دعني أقول لك بلغة أخرى من المشهد الأخير الذي استحضرناه حشدت فيه جماهير الشارع السوداني خلال تشييع الشهيد عثمان 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 أحمد بدردين في مقابل ود البكر بمدرمان هل تعلم سيد الفاضل أن أي حديث ما بين إثنين خلال هذا التشييع أحدهم إذا وصف الآخر بأنه قحاتي أو ينتمي للحاضن السياسية كان ذلك يعد كفرا وربما سببا في ضربه داخل هذا الموكب هذا الأمر شهدناه من الذي أوصل الشارع السوداني للكفر بحاضنة السياسية سواء ساعة القوى على الحرية والتغيير فظلت شاكسها هذه الأيام ما بين ترتيب بيتها الداخل أو غيره هناك كفر في الشارع العام بالحاضنة السياسية لجهة أنه أسهمت في خرقات دستورية شاركت من يرى الشارع أنهم مزنوبون في حقه وهم التسبب في فضل اعتصام ارتكاب هذه المجازر طيلة الفترة الماضية هنا أنهم يجملون في حكومة هي لا تعبر عنهم حكومة لا ترى ضائقتهم المعيشية لا تستشعر آلامهم وجراحاتهم لا تبحث عن عدالتهم وقصاصهم في دماء أبنائهم الذين مضوا هذا الشارع الآن ملتهب لا يعي دولة عميقة لا يعي دولة موازية لا يعي فلو النظام لا يعي الرية وتغيير يعي فقط أن حقه مهدر وأن صورته سرقت القائمين على الأمر سواء في القوى السياسية في الحضن السياسي أو في المجلس المركزي أو في مبادرة حزب الأمة لا يستعمون أن الجهود المضنية حالية لتركيب البيت الداخلي يعوزها شيء وعامل أساسي وهو أن الشارع معزول عنها تماما ولا تهمهم في شيء هذا يدفع باتجاه اتخاذ خطوات حساسة ومهمة وعاجلة في مصالحة الشارع السوداني قبل الانفجار القادم في ثلاثة يوني طيب هناك من يتحدث بسؤال عميق للغاية يعني ما إذا ذهب قوى الحرية أو ذهبت مجتمع قوى الحرية والتغيير ما هو البديل في ظل هذا الاختناق السياسي والوضع الاقتصادية المتردية وكذلك الملفات الكثيرة التي ذهبت إليها الحكومة التنفيذية تحديدا بعيدا عن حاضنتها السياسية في إقامة كثير من العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى في ظل ضبابة هذا المشهد هناك حقيقة واقعة يجب إدراكوا والاهتمام به والتنبه له أن من يصورون في الشارع هم أيضا عضوية الحرية والتغيير من المنظمين داخل لجان المقاومة في الشارع العام وفي المناشطين هم أيضا عضوية قوى إعلان الحرية والتغيير والذين لا يوافقون على قرارات معظم الأحزاب وقياداته أو المجلس المركزي لكن الحديث عن زهاب الحاضن السياسي المسمى بإعلان الحرية والتغيير أو قوى إعلان الحرية والتغيير هذا أمنيات ربما تسعى لها الأجهزة الأمنية من الفلول تسعى لها الدولة العميقة لكن زهاب الحرية والتغيير لا يعني بتطل انقشاه هذه الأزمة بل البديل الحقيقي هو الحرية والتغيير هو حرية وتغيير حقيقية تعبر عن جمهور الشارع السوداني وتعتمد في قراراته ورؤاه في إدارة الدولة السودانية وحكومتها على آراء الشارع الحرية والتغيير حينما كانت أذنها في الشارع العام تستمع لنبضاته والرؤاه وتقربنا عليه وكلنا نستدعي بان التجمع المهني حينما كان يفتح صفحاته لسفيرية ويختار الأنشطة الجماهيرية أو أنشطة الحراك من خلال قطرحات الجماهير والناشطين عبر السوشال ميديا هذا الأمر غاب في الحرية والتغيير لذا أصبحت معزولة لكن البديل لها هو أيضا حرية والتغيير وإلا تركنا الصورة كما يقولون فريسة سهلة للعسكر وفلول الدولة العميقة للقفز عليها وسرقتها وإكمال سرقتها وربما قتلها ووأدها أمام أعيننا إذن البديل الحقيقي هو السرعة الحرية والتغيير في معالجة أوضاعها والتصالح والتلفاف قوى السورة والالتفاف حول الشارع السوداني ومطالبه في تحقيق العدالة فك الارتباط من المكون العسكري القصاص للشهداء محاسبة المجرمين تسليم المجرمين الجنائية الدولية محاكمة فلول النظام مصادرة الأموال بشكل عام ما يزال فلول النظام البائد يتمتعون بكل امتيازات سواء في الخدمة المدنية أو في الخدمة العسكرية عليهم سحب ذلك لعقد مصالحة مع الشارع السوداني طيب سيد عمرو هناك في هذه الأيام حديث عن مسألة إعادة هيكلة قوى الحرية وتغيير أتتوقع مجرد توقع بأن هذه الخطوة يمكنها أن تساهم في الانتهاء في كل ما ذكرته مؤخرا في الحديث السابق إعادة الهيكلة ربما تقلل محدة الاحتقال لكن دعني أذكرك من خلال المقترحات الكثيرة في الفترة الماضية لإصلاح حال الحرية والتغيير وتفعيلها وربط الشارع بها كانت هناك اقتراحات لربط تنسيقيات لجان المقاومة في كل اجتماع للقيادة المركزية أو للمجلس المركزي اللقوي على الحرية والتغيير لمشاركة خمسة ستة من أعضاء هذه التنسيقيات لتعريفهم كيفية إدارة الدولة وكيفية نظر للتحديات وكيفية تتغاز القرار السياسي هذا الأمر يساهم في ربطهم وفي تكديرهم في نفس الوقت وهو أمر بالتأكيد كان يحتاج إلى حساسية من قبل قياداتنا في المجلس المركزي للقوي على الحرية والتغيير وهو لم يتأتى حالياً للحاق بما يمكن للحاق به بمشاركة المجموعات النسوية ولجان المقاومة وبلوى المجموعات الشبابية ومن أفرزهم الحراك المجيد إعادة الهيكل ربما تسمح بل وإشراك حركات الكفاح المسلح إعادة الهيكل ربما تسمح بتجميع كل هذا الكم داخل الحرية والتغيير من ثم تفعيلها وربطها بالشارع أكثر وأكثر إذن سرعة اتخاذ قرار وتطبيق إعادة هيكل تقوي على الحرية والتغيير ربما ينقذ أن ينقذ ما يمكن إنقاذه سيدة عائشة موسى تحدثت في مؤتمرها الصحفي عن مسألة إعادة أو عذرا حل مجلس الشركاء باعتباره يتداخل في صلاحيات مجلس السيادة وما إلى ذلك في الوقت الذي كانت تتحدث فيه قوى الحرية وتغيير في أوقات سابقة كثيرة عن أن هذا المجلس لديه صلاحيات تشريفية أو هو بمثابة مجلس يعمل كسكرتارية ما بين الحاضنة السياسية والحكومة التنفيذية بدون حتى الخوض في التفاصيل علينا استدعي كل القنوات الإخبارية بما في ذلك السودانية 24 حينما أعلنت عن تشكيل السيد رئيس الوزراء لحكومته الحالية هذا القرار لم يصدر من مجلس رئاسة الوزراء بل صدر عن ناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء وحاليا سيدة وزيرة الخارجية دكتور مريم الصادح حينما أعلنت أصررنا نحن في مجلس الشركاء على تشكيل الحكومة في 15 مارس نوفمبر فبراير لا استحضر 15 أحد الشهور الماضية لكن كان القرار من مجلس الشركاء هل هذه صلاحيات تشريفية أو تنسيقية من الواضح أن مجلس الشركاء جاء لسرقة أدوار إبعاد أو عزل المكون المدني داخل المجلس السيادة لصالح العسكريين فضلا عن التمديد للعسكريين في إدارة الدولة السودانية من خلال تطبيق نصوص الوسيقى الدستورية التي ظلت دائما تتحدث عن شرفية مجلس السيادة إذن انتقال العسكريين لمجلس الشركاء يحاولهم إدارة تنفيذية مع مجلس الشركاء ويبعاد المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير هي لعبة أو تكتيك يعبر بشكل واضح عن تجاوز دستوري تحدثت عنه الكثير من القوى السياسية تحدثت عنه كثير من خبراء القانون وخطورته وهو ندفع سمنه الآن وربما انتبهت له متأخرا الأستاذ عائش ياموسة الصحفي والمحلل السياسي أستاذ عمرو شعبان المحكمة الجنائية الدولية بعد غدنا الاثنين جلسة استماع لأسوداني علي محمد علي عبد الرحمن كوشيب الشهير بكوشيب كما ذكرت قبل قليل المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور وجرائم ضد الإنسانية إبان حكم الرئيس المعزول البشير ويواجه علي كوشيب البالغ من العمر 72 عاما يواجه 53 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في الفترة من أغسطس 2013 إلى مارس 2004 أو عذرا أغسطس 2003 إلى مارس 2004 وصدر أول أمر قبض بحق كوشيب من المحكمة الجنائية الدولية في 27 من أبريل 2007 ونقل المتهم في التاسع من يونيو 2020 إلى عهدة المحكمة الجنائية في لاهاي بعد أن سلم نفسه طواعية في أفريقيا الوسطى دعا رئيس البعثة الأممية لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان فوكر بيتس أشركاء السودان في مواصلة الدعم للسودان من أجل إنجاز لصحات الاقتصادية وسياسية وأشار رئيس البعثة الأممية إلى بعض النجاحات التي حققتها حكومة الفترة الانتقالية لكنه نبه إلى أن هناك قلقا متزايدا في مسألة البطء في تنفيذ اتفاق الجبال لسلام السودان إلى ذلك مسألة التأخير في إنشاء قوة لحماية المدنيين وعز هذا التأخير إلى نقص الموارد وكذلك الدعم المادية الدولي لهذه القوات المشتركة وأعرب المبعث الأممي عن المخاوف من تجدد أحداث العنف مثل ما حدث في الجنين بغرب دارفور وكشف المبعث الأممي عن التزامات للقادة السودانيين بتفيد إصلاحات في قطاع الأمن وأضاف أن الأمم المتحدة على استعداد للمساهمة في ذلك قال وزير المالية إن عقبات جدية تواجه توفير الموارد لتنفيذ اتفاق السلام خاصة البند الخاص بالترتيبات الأمنية وقال جبريل إبراهيم إن الدولة تغيش حالة شح كما أن العالم يشهد إغلاقا بسبب كورونا الذي عرق لعقد مؤتمر للمنحين كان مقررا أن يعقد في اتفاق السلام ومع ذلك أبدى الوزير تفاؤله بتوفير المبالغ المخصصة للإعمار في مناطق الحرب وأشار في مقابلة مع سودان تريبيون إلى أن جزءا من مبلغ الملياري دولار التي دعاهد بها البنك الدولي سيتم توجيهها لتنفيذ مطلوبات السلام كما أعلن جبريل الالتزام الولايات المتحدة بدفع سبعمائة بليون دولار سيتم تخصيص ثلاثمائة مليون منها لمشروعات الإعمار والخدمات الأساسية قال رئيس الوزراء إن الانتعاش الاقتصادي أكبر التحديات الذي قد تواجه السودان ورحب حمدوك في مقابلة صحفية للموند الفرنسية بالتزام فرنسا بالغاية ديون السودان بالدعم الدولي للانتقال السياسي الذي عبرت عنه القمة المنعقدة يوم الاثنين في باريس ونبه إلى أن نتائج التي أسفر عنها هذا المؤتمر فاقت التوقعات وأوضح حمدوك أن فرنسا أرسلت إشارة إيجابية للغاية فيما يتعلق بالديون الثنائية أملا أن يحظو الآخرون حذوها كشف وكيل وزارة الترمية الاجتماعية محمد حسين عبد القادر عن قرار وزاري لمراجعة قانون العمل الطوعي والإنساني أشار وكيل الوزارة في ممبر ريسونة إلى أن من التحديات التي تواجه الوزارة الإرث الذي خلفه النظام السابق بوجود 15 ألف منظمة عمل طوعي وإنساني مما سدعى إصدار القرار لإحكام التنسيق بين الجهات الذات الصلة والعمل كمنظومة واحدة لتفادي الخروقات الموروثة وكانت الصوات حذرت من مغبة استغلال العمل الطوعي لأغراض سياسية من قبل بعض الدوائر التي تعمل لتنفيذ جندة السياسية تحت غطاء إنساني كشفت القوات المسلحة السودانية عن تمرين بحري بين القوات البحرية السودانية والمصرية بالبحر الأحمر وأوضحت القوات المسلحة أن المناورة المشتركة باسم حماة النيل تشارك فيها كل من القوات البرية والجوية وقوات الدفاع الجوي من الجانبين وستنفذ أو ستنفذ بمناطق أمسيالة والأبيض ومروي وكشفت القوات المسلحة عن إجراء عدد فعالية تدريبية مختلطة مشتركة في ختام الشهر الجاري ضمن فعاليات ختام النصف الأول من العام التدريبية 2021 وفي إطار تنفيذ السياسة التدريبية للقوات المسلحة وأكدت عن أن تدريبات تجرى ضمن بروتوكولات موقع مسبقا دعما لأواصل التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم العسكرية قال مني يركو مناوي حاكم إقليم دارفور إن تعيينه حاكما لإقليم دارفور لن يبعده عن قضايا الوطن وأكد ضرورة المحافظة على الفترة الانتقالية والاعتماد والبعد عن السياسات القديمة ولدى مخاطبته اليوم حشدا جماهيريا بولاية الجزيرة شدد مني يركو مناوي على تسامح كركيزة أساسية في تعافي الوطن مؤكدا تبني مشروع لحوار وطني يضم كافة المكونات لوضع خطط ترسم كيفية حتم السودان والبعد عن الخلافات السياسية مع استصحى بالرغبة في التغيير المطلق وقال مني ناوي إن أسوأ ما ارتكبه النظام السابق فصل جنوب السودان وارتكام حملات إبادة جماعية في دارفور أجرى وزير الشؤون الدينية وألوقاف نصر الدين مفرح سلسلة لقاءات في الولايات المتحدة الأمريكية التي يزورها منذ الأسبوع الماضي شملت لقاءات وزير الشؤون الدينية عددا من قادة الفكر والرأي والمؤسسات البحثية وتعزيارته بهدف التعريف بالسودان وثورة ديسمبر وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من أمريكا عبر الهاتف الأستاذ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية في وقت لاحق وكان لوزير الشؤون الدينية والأوقاف سلسلة لقاءات مع مسؤولين أمريكيين مهدت طريقة لرفع اسم السودان قائمة الدول رعي للرهاب ضمن عدد من القرارات والخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الاتجاه الحدث السودان ما زال مستمر وبعد الفاصل نصحبكم في طائفة من الأخبار الاقتصادية بالحدث الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر